خلينا بقى نروح مع بعض دلوقتي للفريق أو المطش اللي جاي والاستعدادات عشان احنا خلاص يعني بنتكلم ان الأهلي حيدخل أو الفريق الأول حيدخل بقى لمعسكر مغلق بيئة الأسكندرية استعداداً هنا لمواجهة المصري المقرر لها ان شاء الله حتكون غداً يوم الثلاث لساعة تحديداً تسعة ونصف مساء ضمن مباريات الدوري وحيختتم الفريق يعني مفروض هنا تدريباته بالتتش على ان يتم بقى اعلام بيتس موسماني للقائمة أو قائمة الأخيرة أو الفنال زي ما بيقولوا للفريق احنا اكيد هيكون معنا برضو مرسلنا تقريباً فاروق وحنعرف انه بالزبط ايه اخر الاستعدادات عشان ننقل لحضراتكم زي ما احنا متعودين دايماً يعني خطوة بخطوة او بنحب ان ننقل الصورة حية لحضراتكم وتفاصيل تكون اكثر دقة كمان من اللي احنا منقول لحضراتكم علي معنا زمن العزيز فروس صلاح المتواجد حالياً في اهل الجزيرة هيعرفنا بقى اخبار الفريق الاول لكرة القدم في مرحلة ما قبل السفر للإسكندرية يا فاروق كل سنة وانت طيب سعداء بوجودك معنا النهاردة وتفضل احنا سمعينك عرفت بقى كل التفاصيل المتعلقة بالتدريب والسفر والحالة المعنوية واللعيبة بيقولوا البعض ايه انت عارف بقى التفاصيل تتفضل يعني في البداية كل سنة وانت طيبة كريم كل سنة وانت طيبة نهواند كل سنة ومصر طيبة بخير يعني بنحتفل ولازلنا بنحتفل بذكرى تحرير سيناء في ذكرى طيبة جدا على مصرنا الحبيبة يعني أنا عايزة اخد من كلامك نهواند وانت بتتكلمي على فريق النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي بيحكمها ان فيه ادارة بالفعل طبعا الادارة لها دور كبير جدا يعني بالفعل الكابتن محمود الخطيب النهاردة موجود مع فريق النادي الاهلي في المران والتدريب الاخير قبل السفر الى الاسكندرية لمواجهة فريق المصري في الجولة الخامسة عشر المباراة الموجلة من الجولة الخامسة عشر للدوري المصري الممتاز طبعا حالة معنوية عالية جدا بعد الفوزي الاخير على فريق امبي يعني ومعانا خبر صار بإذن الله لكل جماهير النادي الاهلي نتكلم على التدريب طبعا النهاردة الكابتن الخطيب هو موجود بوجه رسائل اللعبين بيرفع من روح المعنوية للعبين فريق طبعا بعد الفوز على فريق امبي بسلاسة اهداف مقابل الهدف يعني واصل لتدريباته امس ثم اليوم واصل حالة من الروح المعنوية للعبين من اجل يعني ان شاء الله الاستعداد لمباراة المصري ومواجهة المصري غدا في المباراة المقرر اقامتها في التاسعة والنصف على استيادة بورج العرب بالاسكندرية طبعا الفريق النادي الاهلي بيعاني من سلسلة من الاصابات ومن الغيابات لكن عندنا اخبار مطمئنة النهاردة يعني اول الاخبار الصرة لكل جماهير النادي الاهلي ان قيمة الفريق غدا باذن الله للمباراة اللي هيتم اعلنها خلال يعني دقاق يعني عقب انتهاء المران هتشهد عودة محمد هاني وياسر ابراهيم من جديد لصفوف فريق النادي الاهلي طبعا اللي كان غابه في الفترة الاخيرة للاصابة أحد الأخبار الصارة النهاردة عودت محمد هاني وياسر إبراهيم لقائمة النادي الآلي في المباراة أمام المصري وإن شاء الله من المقرر بإذن الله عقب مباراة الجونة محمود متولي أيضاً هيكون جاهز للمشاركة في المباريات مع النادي الآلي بعد تمام شفاء محمود متولي يعني هنتكلم برضو على الإصابات ونحط المشاهدين في الصورة أيضاً خلاص علي معلول بيوصل مراحل التأهيل الأخيرة خلاص يعني بتتكلم في أسبوع أو عشر تأيام هيكون موجود إن شاء الله مع الفريق في التدريبات الجمعية كريم ندفي طبعاً بيواصل تدريباته الجمعية بعد عودته من جديد واحد من الأوراق المهمة جداً لفريق النادي الآلي أيضاً محمود وحيد محمود وحيد سوف ينضم للتدريبات الجمعية عقب العودة من مباراة المصري بإذن الله طبعاً الجازي الفني فضل أنه يريح كمان بدر بنون عن لقاء المصري يعني لقاء المصري هيشهد استمرار غياب أيمن أشرف وبدر بنون اللي الجازي الفني فضل أنه يديه وقت كافي للراحة سواء لأيمن أشرف أو لبدر بنون أيضاً جونيور أجيبي وواصل برنامجه التأهيلي ويكون جاهز للمشاركة مع فريق النادي الآلي يعني إن شاء الله خلال أسبوعين هيكون موجود يعني دي أقدر كل الكواليس الخاصة بأخبار الإصابات لو هنتكلم على المران اليوم طبعاً قبل انطلاق المران مستر بيتسو موسماني اجتمع مع اللعبين في اجتماع مغلق مع اللعبين وطبعاً عارب بعض اللقاءات أو المباراة الخاصة بفريق المصري في الفترة الأخيرة ونبه اللعبين ويعني حسوهم على ضرورة الفوز على المصري اللي بيحتل المركز الثالث في الدوري الممتاز طبعاً نتكلم على إيجابيات وسلبيات مباراة أمبي وطالب من اللعبين زيادة الفعالية الوجومية قال احنا جبنا 3 أهداف يعني شكر اللعبين جداً على الفعالية الوجومية في أول دقيقتين أو 3 دقايق من المباراة وقال هو ده النهج اللي لازم أن نتبعه النادي الأقلي لازم يكون هو الفعل الأساسي في كل المباراة ما ينتظرش أنه يستقبل أهداف لا يعني لازم أن نركز في الفترة اللي جاية نحاول أنه نهدف واثنين وثلاثة وطالب اللعبين أيضاً بالتركيز على الكرات الثبتة اللي شفناها فيه لقاء أمبي قدر من خلالها أنه هو النادي الأقلي يحقق هدف عن طريق عمر السلية ثم انطلق المران طبعاً شق بدني خفيف مع مستر كابيلو ثم في الوقت اللي أنا باتكلم فيه مستر بيتسو موسماني طبعاً بيتكلم مع اللعبين على بعض الجمل بالمناسبة المران مغلق تماماً يعني النادي الأقلي في الفترة الأخيرة عامل التدريب فيه سرية تمة طبعاً كابتن محمود الخطيب قاعد بيتابع المران مع الجاز الفني وبيكتمع مع الكابتن سيد عبد الحفيز طبعاً عندنا سلسلة كبيرة جداً من المباريات دينا المصري ثم الجونة ويعني يوم مباراة الجونة إن شاء الله يتبقى القرعة الخاصة بيدور أبطال إفريقيا في انتظار مواجهة النادي الأقلي سواء مع فريق الترجي أو الوداد أو فريق سانداونز كان ليه حديث مع مستر بيتسو موسماني بخصوص القرعة يعني أنت تفضل مواجهة الترجي ولا مواجهة الوداد ولا مواجهة سانداونز قال لي أي فريق أنا مش فريق معي ألعب مين أنا النادي الأهلي وأنا بدفع اللقبي فأي فريق سواء الترجي سواء الوداد سواء سانداونز إحنا جازين لأي فريق أيضاً من الأمور المهمة جداً للاتحاد المصري كان أعلن طاقم التحكيم اللي هي يدير هذا اللقاء قيادة محمد الحنفي حكم الساحة بيعاونه تحسين أبو السادات وأحمد حسام ومحمد العتباني حكم رابع اتنين حكام للفيديو محمود باسيوني ومحمود ناجي من المقرر أيضاً فريق النادي الأهلي هيكون ظهوره غداً بيئ الرداء الأحمر أو الزي الرسمي التقليدي اللي النادي الأهلي بينما نادي المصري هيكون بيئ الزي الأبيض أنا موجود معك كريم موجود معك أنا هواند لو في أي استفسار أو أي تساور حيا يعني كالعادة أنت دايماً كل تقاريرك كافية ووافية وأخبار حصرية طبعاً يعني الناس كتير بها تكتير تنقلها عننا أكيد طبعاً كل شكر لك يا فاروق وسعداء بوجودك معنا في حالتنا النهاردة شكراً جزيلاً لوجودك